صانع الحدث في مجال الكرة المستدرة يوسف بلايلي من موليد 1990 في الحمني بمدينة وهران الجزائرية لم تكن حياة يوسف بالحياة السهلة كما يعتقد الكثيرون حيث تعرض لعدة تقلبات وتخبطات في حياته الخاصة أما في مشواره الكروي فأكبر أزمة كانت عندما عاقبه الكاف بإقصائه من المنافسات لأربع سنوات وذلك لتعاطي يوسف المخدرات فعنوانة الصحف وعلقة الجماهير أن البلايلي قد انتهى وقام فريقه اتحاد العاصمة بفسخ عقله بعدما كان أحد أفضل المواهب الجزائرية الصاعدة فقد البلايلي كل شيء إلا الأمل في العودة فرغم الإيقاف واصل يوسف ممارسة الكرة رفقة الهواد والأصدقاء في وهران من أجل الحفاظ على لياقته البدنية أملا في العودة وبعدما تق كل الأبواب قلصت الكاف عقوبته إلى سنتين بعزيمة فلاذية وإصرار قل نظيره أعاد البلايلي بعدما كان أشد المتفائلين يراهن على عودته لكنه عاد لعالم الكرة من بوابة إنجل فرنسية سنة 2017 لم تكن التجربة الفرنسية ناجحة بسبب قلة مشاركاته مع الفريق ليعود في جونفي 2018 من جديد للترجي التونسي سجل في أول مباراة له مع الترجي وقاده لتتويج بالبطولة التونسية وبكأس رابطة أبطال إفريقيا مرتين على التولي في إنجاز تاريخي حققه مع الترجي كل الألقاب الممكنة في ظرف عامين فقط كان بالماضي يراقب انفجار البلايلي فاستدعاه ليصبح قطعة أساسية في تشكلة بالماضي غير قابلة للاستبدال ساهم في كل انتصارات الخطر التاريخية ليصبح البلايلي أحد نجوم كأس إفريقيا وساهم بشكل كبير في تتويج الجزائر بها أهدافه وتمريراته الحاسمة وبروحه القتالية فوق الميادين فقهر الأقوى الفرق الإفريقية حقق يوسف أربعة ألقاب إفريقية في ظرف ثمانية أشهر فقط بعد كأس إفريقيا إلى الأهل السعودي وأثبت بلايلي للجميع أن النهوض بعد السقوط ليس بالأمر المستحيل فقط بالعزيمة والإرادة يمكن هزم كل الصعاب لنصل إلى 2021 ليبهر البلايلي العالم في مباراته ضد المغرب بهدف من نصف الملعب بطريقة خرافية سأله أحد الصحفيين بعد المباراة مباشرة كيف فعلتها يا يوسف من نصف الملعب فرد الأخير بطريقة كوميديا فعلتها بطريقة الكابتين ماجد ومن جمال وروعة الهدف قامت شركة قطرية عملاقة باشتراء الهدف الذي سجله لبلايلي من الفيفا لتحوله إلى ومضة إشهارية كذلك في مباراة قطر تألق وتأنق لبلايلي بتسجيل هدف الحاسم ليصحب الفريق إلى الدور النهائي ضد تونس في مباراة الجزائر ضد قطر ظهر بشكل جلي تحيز الحكم للمنتخب القطري فأضاف 20 دقيقة وقتا بدل الضائع الوقت الذي اعتبره الجميع أنه أطول وقت إضافي في تاريخ الكرة المستديرة فسجل القطريون وطالت 9 دقائق إلى 20 دقيقة دون معرفة السبب فكان الحظ في حليف محاربية صحراء ليسجل البلايلي هدف النصر في الدقيقة الأخيرة انتهت المباراة في فوز محاربية صحراء ليقوم البلايلي بالقفز عاليا فرحا منه بالانتصار أمام الحكم لكن الكثيرين فسروه أن البلايلي يقول للحكم أضف لو أردت ثلاثة أشهر إضافية فالفوز لنا وبهذا تحول البلايلي من الكابتن ماجد إلى سبيدرمان لقفزه على الحكم ويجاء يوسف بلايلي بجائزة رجل اللقاء ليظهر حاملا على كتفي العلم الجزائري والعلم الفلسطيني وعلى رأسه الكوفية الفلسطينية حيث تعود الشعب الجزائري برفع علم فلسطين أينما رفع علم الجزائر حيث غرد أحد الفلسطينيين زاحنا كل الدنيا وتراضينا الجزائر بلايلي بروحه المرحة حيث يقوم برقصات مختلفة مع صديقه ورفيق دربه بنجه عند تسجيل أي هدف تعبير منهما على الفرحة كما كتب تغريدة بعد فوزه على المغرب وين الجاجة يلحج أردا على العجوز التي وعدته بدجاجة مشوية إذفاز وختمها بقوله سجل تهاكم الكابتين ماجد حفظ الله البلايلي وحفظ محاربية الصحراء ومزيد من العطاء والتفوق اشتركوا في القناة